من ساعة التعليم الفني وساعتنا المهاردة مخصصة لطلبة التعليم الصناعي تخصص نسيج المهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة لطلبة تخصص نسيج وطبعا مع بداية أجازة نص السنة وامتحانات الخاصة بالترم الأول كان عندنا بعض الموضوعات المهمة اللي مفروض نحن ندرسها كمان معنا في منهجنا وهتنفعنا في السنين الجاي وخصوصا في المادة من المادة الخصصية زي مادة تركيب نسجي وهو ازاي ان انا اخصص او اشتغل على الكمبيوتر الجزء الخاص بالتركيب النسجي هاللعز ان الكمبيوتر اصلا دخل عندنا في كل المجالات فبالتالي انا محتاج يبقى عندي طريقة لرسم الموضوعات بتاعتي او التصميمات بتاعتي بتكون سهلة وقدر ان انا نتعامل معها بشكل مبسط عشان اقدر اشتغل بالشكل ده انا عندي في الرسم الخاص بتخصصي مجموعة من البرامج تقدر تشتغلي الجزء الخاص بالتصميم عندي في برامج اصلا نزلة باساس شغلها عمل التركيب النسجي ودي طبعا برامج بتحتاج تكلفة عالية عشان خاطر ان انا احصل عليها وبتحتاج كمان يكون عندي مكينات تقدر تنفذ التصميم دي يعني انا بعمل التصميم على الكمبيوتر على البرنامج المخصص دي وباخد البرنامج اخد منه ملف وابدأ انا اركبه على المكينة اول ما يركب على المكينة المكينة بتقوم بعمل التصميم على طوب بتنفذ اللي انت عملته على جهاز الكمبيوتر فبالتالي ده نوع من انواع التسهيل عليك في التنفيذ انت بتعمل تصميمك بتاخد فلاشة تسحب بيها الشغل بتحطه فين؟ هتحطه على المكينة اولا تحطه على المكينة بتبدأ المكينة تعمل ايه؟ بتنفذ تصميم اللي انت طلبته ده بالنسبة للشغل الطبيعي طيب انا محتاج ان انا هرسم بفلوماستر زي ما كنا بنرسم كده في فترة اللي فاتت وكنا بنلاقي ان الفلوماستر اول حاجة ممكن يطبع الورقة اللي تحتي فكان طبعا فيه مشكلة بنشيل ورقة ونحطه على الورقة التانية عشان بيبقاش فيه طباعة على الورقة اللي في الخلفية دي اول مشكلة مع الفلوماستر الانواع الرديقى منه فيه انواع كويسة ما بترسم على الورقة ما بتطبعش في الخلفية طب خلينا فيه المشكلة بتاعت الطباعة في الخلفية انا لو استغنيت عن النظام ده واشتغلت على الكمبيوتر مش يبقى عندي فيه مشكلة الطباعة على الخلفية بالاضافة ان انا بعد ما خلص شغلي ابقى عارف ان امحتاج اعمل ايه بالزبط وهو اللي هعمل عليه select واروح اقيل له اطبع له ده بالنسبة للشغل على الكمبيوتر طيب ايه البرنامج او ايه مجموعة البرامج اللي شغال عليها وقدر اشتغل عليها تركيب نسجية اشهر برنامج موجود عندنا في الثلاث صفوف من اول لسنة تالتة هو برنامج excel وهنلاقي لما جينا انطور واندخل نظام الجدارات كمان عندنا برضو ضفنا ال excel في التركيب النسجية لانه سهل في التصميم وسهل في وضع العلامات هو كل موضوع ان انا هو برنامج في الاساس للمحاسبة وانا بحوله منه هو يبقى برنامج حسابي لبرنامج رسومي بس انا هستخدم مربعات بتاعتي كان معايا ورقة مربعات عادية او هشبها بكراسة التفصيل وابدأ ان انا اشتغل عليها بالشكل اللي انا ايه عايزه ده بالنسبة للوضعية بتاعت التعامل مع البرنامج وهو برنامج حتى المربعات بتاعته ما هيش مربعات منسوجات اللحظ كذا لما هنطلع كمان شوية على الشاشة هاللحظ ان المربعات كلها مستطيلة مش مربع بالشكل المتعارف عليه فعشان ابدأ اعمل ده محتاج ان انا انفذ مجموعة من الخطوات عشان احول واجهة البرنامج الاول للجزء الخاص بالوضعية بتاعته او الشغل بتاعي فبالتالي احنا الاول قبل ما هنشتغل كده البرنامج مفتوحه قدامنا هنشوف الاول ازاي افتح البرنامج طبعا اي برنامج في الدنيا له اكتر من طريقة عشان انا افتحه بس احنا هنا طبعا فاتحين البرنامج مجهزينه بس واخنا فاتحينه كده تعالوا نشوف افتحه ازاي هنا طبعا بالنسبة لي لو طلعنا كده على الشاشة بتاعتنا هنلاحظ ان هنا دي واجهة البرنامج المفروض اللي احنا هنشتغل عليه طيب تعالوا بقى هنا في الجزء ده انا لو جدت هنا قائمة start وبدأت ان انا ادور في القائمة اللي قدامي دي هبدأ ان انا ادور لغاية لما اوصل لحرف الاي لو انا نفس الويندوز اللي راكب عندي دا راكب عندك هنلاحظ ان فيه هنا ايه فيه اكسيل لو ضغطت على اكسيل هيفتح ملف طبعا وملف موجود طبعا وفيه اتنين اكسيل طبعا ستب لاكتر من اوفيس وقابلين الاتنين يكونوا مع بعض فبالتالي ممكن تلقى ايكونتين لبرنامج اكسيل اللي عند حرف الايه ايا كان البرنامج اللي عندك فانت هتضغط على الايكونة المطلوبة طبعا بما ان البرنامج مفتوح فمش هيعمل اي راكشن هو طلب هنا بطبع عمل راكشن فعلا اهو وطلب انت محتاج تفتح ملف فاضي جديد من اول مرة ولا محتاج تاخد حاجة من الاشكال اللي قدامك دي ولا عندك ملفات قديمة حابب تفتح منها الشغل بتاعك النهاردة فانت هتقوله لا انا محتاج افتح ملف فاضي مصنف فارغ وهبدأ ان انا اشتغل عليه فتح لمصنف رقم اتنين لان فيه مصنف رقم واحد موجود في الجهاز ده واحد الاساس اللي احنا فتحناه وده اتنين اللي احنا لسه فتحينه بالشكل اللي احنا قلنا عليه دي طريقة طب الطريقة التانية من انا هنا هفتح الفولدرات هاجي هنا على البرتشان سي او درايف سي بتاعي وهاجي على بروجرام فايل بروجرام فايل بتاع عندي طبعا لو فيه الويندوز بتاعي 64 فهتلقى فيه نوعين من البروجرام فايل فانا هدخل البروجرام فايل الاساسي وهدور على ماكروسوفت اوفيس وطبعا هنا هبدأ طبعا هنا دخلنا في جزء تاني هدور على ماكروسوفت اوفيس اللي هو الملف اللي موجود عندي فيه الجزئية الخاصة بالاكسيل وهبدأ ان انا ادور عليه وهبدأ ان انا اشغله من الايكونة بتاعته هنا ما لانهوش في بتاعت ال64 هنرجع عليه ال82 ونبدأ ندور عليه هنا في الميكروسوفت اوفيس اهي تانية وهاني اوفيس 16 مش في الملف ده هنبص لقى في النهاية ان انا هاوصل طبعا هو مفروض كده بقى بالنسبة لما ده ما لقيتوش في ملاف في الاوفيس ده ممكن نلقاه في نظام اللي ايه الجزء الخاص بالستة تمانين او اللي هو النظام الويندوز 32 ايا كان نقدر نفتحه من هنا برضو وهعمل الفتح من اللوكيشن اوبن فايل لوكيشن عشان اوصل لكو بس عايز اوصل لكو هو الرابط كان فين بالزبط معنا هنا الرابط اللي معنا ده كان موجود في بارتشن سي بروجرام داتا مش بروجرام فايل العادي بروجرام داتا ميكروسوفت ويندوز ستارت منو اه بروجرام بتاعي فده كان مكان الملف الاكسل بتاعي ايا كان طريقة الفتح حتى لو هو كان عنده على الديسك توب هلقى برضو في نظام الديسك توب هنطلع من الجزء الخاص بالملفات ونرجع للملف الاساسي بتاعنا الملف الاساسي بتاعنا ده المصنف رقم اتنين خلينا نقفله وخلينا على المصنف رقم واحد اللي هو الملف اللي لم يتم حفظه الى الان لو انا محتاج ان انا احفظه هضغط على سيف في اول مرة فيقول لي عايز تحفظه بايه فببدأ اكتب اسم المصنف بتاعي طبعا هنا بيقول لي عايز تحفظه على وان درايف ولا انت محتاج تحفظه في مكان تاني فبقول له خيارات اضافية بيديني في الخيارات الاضافية ان انا اقدر اعمل استعراض وفي الاستعراض اقدر ان انا اشيله في المكان اللي انا عايزه عايز احطه على الدوكومنت الماشي عايز احطه في اي درايف تاني غير الدرايف الاساسي برضو ماشي مش يكون فيه مشكلة فهبدأ طبعا انا اخلي الحفظ عندي على الدوكومنت عادي كده انا حفظته كده بقى معي المصنف رقم واحد وده الملف الاساسي بتاعي ما زال الملف غير تنفيذي يعني انا هنا لو اشتغلت بص هلا المربعات كلها عبارة عن مستطلات مدنيش شكل اللي انا عايزه اللي هو ايه المربع الصغير اللي انا هشتغل عليه تركيب نسجئة بس قبل ما نشتغل على الجزء ده لازم نقول معلومة مهمة جدا لو قفت كده في ملف الاكسل على اي خلية المربع هنا بيبقى اسمه خلية وبدأت انا اعمل سيلكت بالطول والعرض بيعمل معايا سيلكت لا فيش اي مشكلة في السيلكت دي اقدر اعمل اي خيار انا محتاجه اقدر اتفعل هنا مع الاشرطة الادوات وبدأ ان انا اشتغل بالشكل اللي انا عايزه ده بالنسبة للسيلكت طيب بالنسبة للتكرار لو انا اقفت كده بالشكل ده كده على طرف المربع اللي هو العلامة الخضرة التقيلة دي هبص لاني لو اقفت عليها كده بالماوس شكل ماوس بيتغير ويدي شكل الزائد وبدأت انا افردها كده على فكرة وبينسخ الخلية دي وهنشوفها في التلوين لما نيجي نشتغل وهكذا برضه لو اقفت كده بالطول وتحول بالزائد وبقى اشتغلت بالطول كده هيشتغل معا بالطول لكن تعالك كده اخده بالعرض مش هعمل اي حاجة يا عرض يا يشتغل افقي يا يشتغل ايه رأسي ما بيشتغلش في الجهتين زي السيلكت العادية دي دي المعلومة المهمة اللي احنا هتنستفيد بيها وإحنا شغالين لو جينا على وجهة البرنامج هنا هنلاقي ان الصفوف الرقصية عبارة عن حروف طبعا مش هستفيد بيها وانا شغال بس انا عارف الانا واقف فين واقف عند الاي والبي والسي طبعا اللي مشتغل محاسبة عليه هيحتاج انه يعرف المسميات اللي على الهد الخاص بالاعمدة غير كده مش محتاج طيب الصفوف الافقية مرقمة بالارقام فبالتالي عندي واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا للاخر الى مالة نهاية بالنسبة للبرنامج البرنامج هنا اقدر اعمل ورقة واحدة اشتغل عليها واقدر في الطرف هنا لو ضغطت زائد هيعملي ورقة تانية لو ضغطت زائد تانية يعملي ورقة تالتة لو ضغطت وهكذا كده دي اوراق اوراق عمل ادي الاولى دي الاساسية اللي احنا نشغالين عليها وهنميزها مثلا بالشكل ده عشان نعرف نفرقها ادي هنا الرئيسي هندي هنا لون تعبئة في اي مكان وهاجي على الورقة رقم اتنين وهاجي على نفس الخلية دي تقريبا كده ورح مديها لون تاني عشان نبين لك ان احنا كنا على اكتر من ورقة ودي الورقة التالتة وهنديها لون في اي خلية هنا تكون في النص هنديها لون تالت خالص ودي الورقة الرابعة وهنديها لون رابع خالص خلينا في نفس المكان بتاعنا اهو هادي الورقة الاولى ودي الورقة التانية ودي الورقة التالتة ودي الورقة الرابعة اربع ورقات مختلفين عن بعض اقدر في كل ورقة اقوم بتنفيذ نفس الخطوات عشان احاولها لورقة منسوجات واشتغل عليها تركيب نسج الوحده لو انا عايز الملف بتاعي يكون مخصص لحاجة معينة ده بالنسبة للايه بالنسبة للملف بتاعتي اقدر امسح لورقة العمل اه هي كليك يمين كده عليها واعمل عملية حزف لورقة العمل هيقول لك احزف اوكي خلاص وفيش مشكلة عايز تغير الاسم هتضغط بس كليكتين عليها بقى عندك متاح تغير الاسم الموجود عندك ده ممكن مسلا تكتب باسم تركيب نسج معين وتبدأ تشتغل ده بالنسبة للجزء الخاص بالتعامل مع ملف الاكسيل في البداية بقى ملف الاكسيل في البداية هو عبارة عن ملف من ملفات برنامج الافيس كل المطلوب مني ان لما بشتغل على البرنامج ده ان انا بفتحه وعمتعلم او عارف الوجهة بتاعت بتشتغل ازاي واقدر كمان اعمل عملية الاضافة للأوراق العمل عملية الحسف عملية السلكت بتحديد مجموعة الخلايا عملية نسخ الخلايا الطولي وعرضي اللي هو اللي حيكون عملنا لما الماوس شكله بتغير وما بيشتغلش اما بالطول او بالعرض او بيشتغل اه نسخ بشكل افقي او نسخ بشكل رأسي لغاية كده واحنا فهمنا وعرفنا التعامل مع البرنامج تعال بقى على شريطة الادوات واحنا كتركيب نسجية اللي هنحتاجه من شريط الادوات اللي قدامنا قبل ما نقسم الشاشة بالشكل المطلوب تعال كنا نطلع على الشكل بتاعنا تاني او شاشة بتاعتنا تاني عشان نشوف الجزء الخاص باشرة الادوات هنا طبعا اشرة الادوات بما ان الافيس عندنا عالي شوية فبالتالي عند الشريط الرئيسي وده اللي هنحتاجه فيه الجزء الخاص بتعبئة المربعات او عمل الحدود يما حدود خارجية سميكة يما كافة الحدود هما دول الزرارين اللي هنحتاجهم في القايمة دي قايمة الحدود بخلاف كده مش محتاج لكن اقدر احتاج برضو من القايمة دي لون الخط نفسه كمان اللي هو لون الحدود نفسها اقدر اغيره هنا طبعا الحدود بتاعي اه لونه اسود لكن اقدر اغيره باقي لون تاني زي ما انتم شفتوا عندنا كده في الكتب بتاعتنا هنلاحظوا ان المرسوم اصلا مرسوم على برنامج اكسيل والحدود بتاعته ملونة بلون مختلف عن اللون الاسود عشان يباين الرسومات فدي طبعا لما هنيجي نشتغل عليها ده من الازرار او من القوائم المهمة عندي طب القايمة التانية وهي قايمة الالوان ودي الوان التعبئة وهي جنب على طول جنب الجزء الخاص بالحدود فبالتالي هيكون عندي الوان التعبئة واقدر اشتغل من الوان التعبئة دي طبعا زي اي برنامج من البرنامج بتاعتنا او اختار الوان اضافية وابدأ اتعامل مع النظام القياسي او النظام المخصص يبقى انا هنا اشتغل على اي نظام منهم يعني حتى لو لقيت اللون بتاعي مش في بلتة الالوان الموجودة عندي اقدر اشتغل من البلتة دي او اقدر اشتغل من المخصص اعمل انا الشكل بتاعي او اللون بتاعي الدرجة اللي انا عاوزها وابدأ احدد تقيلة ولا خفيفة وابدأ ادوس موافق بعد ما خلص تمام كده ده برضو من الازرار المهمة اللي عندنا اما لو انت محتاج بقى للكتابة فهو زي اي برنامج كتابة عادية عندك النوع الخط وحجم الخط وتجبير وتصغير والتقيل او الخط المايل او الخط اللي تحتيه سطر ده جزء الكتابة جزء التوسيد طبعا لو انت هتشتغل حاجة توسيد فبالتالي بتقول له وسط توسيد بالشكل هتضغط على الاتنين دول هيشغلولك الكتابة في المنتصف بالزبط مش هحتاج في الجزئية دي اي حاجة تاني خالص بعد كده طبعا ده بالنسبة للشريط الرئيسي بالنسبة ليه شريط الادراج انا مش محتاج ادرج اي حاجة وانا شغال لكن بعض الاحيان بحتاج ادرج اه رمز انا هنا مش هشتغل على الرموز لان الرموز هنا بتحتاج لعمل معادلات انا كلها هكتبه هكتب حرف الاكس لان انا هضغط اه الشفت ويه تماني يا روح جمديني حرف اللي معلش الشفت ويه حرف الخة فهديني علامة الفي ودي هنحتاجها في عمليات اللاي طب كده انا لسه ما قسمتش الشكل بتاعي انا بس كل اللي عرفته ان انا هشتغل في الشريط الرئيسي الجزء الخاص اه بالخط ولو انا هكتب هحتاج الجزء الخاص بالمحاذاة بخلاف كده مش هحتاج اتعامل مع البرنامج هنا في الاشريط الخالص لانا مش محتاج ادخل او اتعمك في البرنامج بشكل كامل لكن هو البرنامج زي ما قلنا هو برنامج محاسبي واحنا درسنا او درسنا جزء منه اه وهنكمل فيه طبعا في الترمي التاني في اه مادة الكمبيوتر هنرجع بقى ليه الورقة الاولى اللي كان فيها الاسود دي وهنلغي الاسود بتاعنا ده بان انا هنحط مكانه لون ابيض تمام كده طيب انا هعمل ايه بقى في الجزئية دي بقي لي هنا ان احدد منطقة العمل بتاعتي دي اللي انا هشتغل عليها وابدأ ان انا اصغر المربعات بتاعتي عشان اصغر المربعات بتاعتي انا عندي مربعات مستطيلة انا عايز اقصها واخليها ايه على قد المربع بتاع ورقة المربعات العادية وودي نفس التأسيمة بتاعت ورقة المربعات يقم اربعة في اربعة يقم تمانية في تمانية يقم تمانية في ستة وده هينفعني كمان لما اطلع سنة تانية واخد حاجة في الرسم الفني اسمها الدوبي الدوبي اقدر اشتغله ببرنامج الاكسل وهنلاقيه بسيط وسهل واقدر اعمل تكرار لتركيب النسجي بالشكل المطلوب زي ما هنشوف دلوقتي على البرنامج بتاعنا تعالوا نرجع للبرنامج مرة تانية ونبدأ اول خطوة في التأسيم ان انا احاول الشاشة بتاعتي لورقة تركيب نسجية عشان احاولها محتاج بعض الخطوات المهمة اول خطوة عندي لازم جميع المنطقة الحدود دي تكون متحددة معايا بمعنى ايه متحددة معايا بمعنى النهاجة هنا في الطرف او في المربع الفاصل ما بين الارقام والحروف بتاعت اسامي الاعمدة واسامي الصفوف هل ان هنا في مربع واخد الزاوية دي وعليه سهم صغير كده من تحت لو ضغطت عليه كليك شمال بالماوس هيديني تحديد لمنطقة العمل بالكان وده المطلوب ان منطقة العمل كلها تكون محددة طيب ليه حددتها عشان اول خطوة عندي هبدأ ان انا اعمل ايه حجم الاتنين يا اما اعمل حدود بالشكل ده ودي اول خطوة يا اما طبعا لو رجعت خطوة كده الورا خلاص يا اما ابدأ عملية التصغير للمربعات انا بفضل تعمل حدود الاول عشان تبقى شايف انت بتصغر ايه طبعا اللي بجيت اعمل حدود هنا كان لونها اسود وده مش مش محبب انا مش عايز يكون لونه اسود طبعا لنوا غير اللون كده هنيجي نختار لون وهنختار لون يظهر لك انت لان طبعا بالنسبة لي مش هيكون مميز يعني لكن هنختار لون احمر بس عشان بيين لك ان ينفع اي لون وهاجي هنا هضغط حدود تاني وهضغط على كافة الحدود ظهرت الحدود كلها باللون الاحمر الخفيف تمام كده طيب بالنسبة لي بقى عشان انت تقدر تشوف طبعا الاحمر مش هيكون بيين معك في الشاشة فهنرجع للون الاسود عشان خاطر نشوف الكلام ده هتم ازاي بعد ما رجعت للون لازم اعمل سلكت على كافة الحدود واروح تاني اضغط كافة الحدود يعني لازم اروح المربع ده عشان يقول له الورقة بالكامل انا عايز اغير فيها حاجة تمام كده طيب اول ما اشتغل بقى همعمل ايه اول حاجة هبدأ هنا انا عايز اصغر الاعمدة اعمل ايه وكل المنطقة هنا محددة اهي انا خرجت مرة تانية من الحدود وهنا لازم اقول كافة الحدود او كافة الورقة او بكامل الورقة محتاج انها تكون محددة فهضغط هنا على المربع اللي احنا قلناه او اللي هو موجود في الزاوية او في السنتر ما بين الحروف والارقام وهعمل سلكت على المنطقة كلها او مساحة العمل كلها فانا لو لفيت كده المواز بتاعي فهلاقى ان كافة الحدود هنا محددة ولو جيت هنا برضو بالسهم بتاعي هنا وبدأت ان اضغط هلاقى كافة الاعمدة محددة بالشكل ده يبقى سواء كان صفوف او اعمدة كلها معمولة بالشكل ده ولو قفت في اي مكان وانت محدد في المنطقة دي كده اهو عملت تاني الغاء للتحديد ورجعت تاني حدد تمام ايا كان هلقاني ايه هلقاني واقف فيه على كل الورقة بالكامل بالتالي تعالى بقى نشوف هنا ايه اللي هنعمله عشان نبدأ ان نحدد الورقة بتاعت هنا طبعا انا واقف عند 220 بالنسبة لأول مربع لو لفيت بقرة الماوس بالشكل ده بدأت انزل للرقم المطلوب وصلنا كده لأول الورقة اللي هو الصف رقم واحد والعمود رقم ايه تمام انا محتاج ان انا ايه لو اقفت على مربع كده وبدأت ان انا اصغر فيه واكبر فيه هيصغر ويكبر معا بالشكل ده بص كده بالشكل ده طب وانا عايز اعمل مربع واحد لا ده انا عايز اعمل كل مربعات فبالتالي مش هعمل مربع مربع بالشكل ده هل انا هفضل اعمل كده وانت بتعمل كده ان انت بتسحب المربعات بيدك هتلاحظ ان كلها ما بقتش معاس واحد في حاجة كبيرة وفي حاجة صغيرة اه ادكت نفس الشكل المربعات بس ده موضوعه ده مجهد جدا يعني عشان ان انا ايه اشتغل بالشكل ده طبعا لو جينا فردنا كده المربعات بتاعتنا عشان نشوف التكبير والتصغير طبعا عشان اعمل كده ضغط كنترول ولفيت بقرة الموس فكبرت لك الخلايا شوي فبالتالي لما اجي اعمل عملية السحب دي للمربعات هلأ ان المربعات كلها ما هياش السمك واحد بص كده لاحظوا انا بضغط بص كيف ارقام بتتغير معايا فوق مكتوبة بالبيكسل فانا كده عندي 29 بيكسل او عندي 3 او بقيت 2 وربع بقيت 2 لـ 21 بيكسل او 2 بالنسبة لي ممكن يكون 2 ملي او 2 سنتي حسب الجزي هنا طبعا عشان الجزء ايه احنا شغالين بيدوي فبالتالي بتظهر ماك فاطلاحز هنا لو قفت على اي واحد فيهم وطلبت تشوف عرضه قد ايه هتلقى العرض بتاعه مختلف عن اللي جمجين عرض العمود هنا واحد 75 من مية عرض العمود ده هنلاقيه اتنين وهكزا يعني كل واحد فيهم مش مقاسة تاني طب اللي انا عملته دا هيأثر على الشغل بتاعي دلوقتي لما اعمل بتاعتي ولا اي حاجة خالص. خلي كل المربعات الكبير والصغير يكبر ويصغر براحته. مفيش اي مشكلة اهو. انا بعمل لك وقال دي اتضايق خالص اقفل ولك خالص. في حاجات قفرت مني كده. طب وانا هرجع الكلام ده ازاي عشان احول الورقة بتاعتي لورقة مربعات عادية. تعال بقى هي دي المهمة اللي احنا هنتكلم فيها. انا هنا طبعا انا كبرت وصغرت في الصفوف. اه في الاعمدة. تعال برضو الموضوع برضو شغال مع الصفوف. بقدر اكبر وصغر فيها. بس ده طبعا هيعمل لي مشكلة. اهو انا صغرت في حاجات وكبرت في حاجات وصغرت في حاجات تانية وكبرت في حاجات تانية. طب ده في حاجات قفلتها خالص او انا قفل لك تمانية ده خالص اختفى. ودي اتناشرة اختفى. لما هتيجي تشتغل مش هتلقى الكلام ده. طيب ايا كان بقى لو انا شغال على ورقة بالشكل ده كده كل المربعات بتاعتها مش بسوى واحد. انا عايز تقسمها بنفس طريقة المربعات بتاعتي اللي انا هشتغل عليه. هقول لك ايه رقمين احفظهم. ارتفاع الصف يكون واحد. عرض العمود يكون عشرة. ارتفاع الصف يكون اه واحد وعرض العمود هيكون عشرة. تعال نشوف الكلام ده لما نيجي نعمل الشغل بتاعنا على البرنامج. هنجيب ورقة فاضية خالص لورقة رقم اتنين ونشتغل عليها. وهنرجع لورقة اللي احنا بوزناها بوزنا ترتيب المربعات بتاعتها. وهنبدأ نشتغل عليها. تعالوا كده نشوف الشاشة بتاعتنا. ونشوف الفرق بين ان انا اقسم شاشة متلخبطة زي كده او اشتغل على حاجة متقسمة جاهزة. هنا طبعا هننفذ نفس الخطوات اللي احنا قلنا عليها في البداية. اول حاجة هنا طبعا ورقة بيضة ما فاش اي حاجة. وقادي عرض العمود بتاعي. هيبقى تمانية وتلاتة او تمانية وتلاتين من مية. فانا هنا اخلي العرض واحد. ولو منيجي هنا على الارتفاعات. هنا هنقول ارتفاع الصف. هنلاقيه اربعتاشر. فانا هقول له لا انا عايزه عشرة. يبقى ارتفاع الصف هو اللي هياخد العشرة. وعرض العمود هو اللي هياخد واحد. طبعا عكسنا في البداية واحنا بنتكلم لكن هو ده السابت. ارتفاع الصف هيبقى عشرة. وعرض العمود هنديله واحد. الكلام ده هنعمله ازاي? هعمل على كل ورقة العمل بتاعتي. وهاجي هنا واقول كافة الحدود. بعد ما عملت كافة الحدود. هعمل مرة تانية لو انا اتشغلت بحاجة حاجة تانية وتحركت. مرة تانية. وهاجي هنا على اقف بابين اه حرفين. بالشكل ده كده. وهقول عرض العمود. احنا قلنا ايه? عرض العمودة هنا كلها تمانية تمانية وتلاتين من مية. انا هقول له لا انا محتاج عرض العمود واحد. فبالتالي هبدأ ان انا ادخل على الكيبورد واكتب رقم واحد. وهقول موافق. صغره كلهم وبقوا بمقاس واحد. طيب هنا بقى فيه الصفوف. الصفوف هاجي كده ما بين صفين. واضغط كليك يمين بيقول لي ارتفاع الصف. ارتفاع الصف هنا اربعتاشر. هقول له لا انا عايز عشرة. فهندخل على الكيبورد مرة تانية ونكتب ادي واحد وادي صفر. وهنقول له ايه? موافق. كده انا كتب عشرة بايدي. وهنقول موافق. هنا طبعا المربعات الصغيرة ما نش شايفها. هضغط على كنترول من الكيبورد وابدأ الف البقرة. بيكبروا معايا. هلفها العكس بيصغروا معايا. تهم? ده على ورقة كانت جهزة واساسية. يبقى عرض العمود هنا هيكون واحد. وارتفاعه. ارتفاع الصف هيكون عشرة. طب ده احنا عملنا في ورقة منتزمة اساسية. طب الورقة اللي احنا اللغبطناها من شوية. ما تيجوا نعملها زي ما عملنا دي. هاجي هنا هضغط برضو على جزء سيليكت. وهاجي ما بين رقمين كده وبين حرفين. كليك يمين وهكتب عرض العمود. واحنا قلنا عرض العمود هنا طبعا هو ما ظهر ليش ارقام لانه طبعا هو شايف الارقام اللغبطة. فانا هكتب له واحد. واقول له موافق. عمل العرض واحد. طب ارتفاع الصف هاجي بين رقمين. كليك يمين واقول ارتفاع الصف. وقلنا كنا بنكتب في ارتفاع الصف كم? كنا بنكتب رقم عشر ادي واحد سفر. وهقول له موافق. زي ها زي اللي قبلها تقسمت ما كانش فيها اي مشكلة. طيب لون الحدود هنا اسود. اقدر اغيره. اه. هاجي هنا على المربع بتاعي مرة تانية. وهاجي على الحدود. طبعا مش شرط ان انا اغير الاول لون الحدود. مش شرط يكون اعمل سلكت. هاجي هنا على لون الخط. واختار اللون الاحمر اللي ظاهر ده. عشان يظهر معانا. واجي اعمل سلكت على كافة الحدود. واضغط كافة الحدود. هيروح ملون لي كل الخطوط بتاعتي الاساسية باللون الايه? الاحمر. يبقى انا عندي ورقة باللون الاحمر وورقة باللون الاسود. في ورقة دي كبيرة والورقة التانية دي مربعاتها صغيرة. اقدر الف البكرة بالشكل ده وكبرها قوي قوي قوي. واقدر صغارها مرة تانية. طب ايه المهارات اللي عندك عشان تقدر تتعامل مع النوع ده من الورق العمل. التلوين. انا محتاج ان اللون. هاشتغل على زر التعبئة ده بشكل كامل. زر التعبئة ده هعمل في ايه بقى? هاجي هنا مربعه او خلية. هاختر لها لون. وليكن نجيب لها لون تاني. بالشكل ده. وهاجي هنا على الخلية بتاعتي وروح هعمل مغير شكل ماوس كده لعلامة الزائد السودا دي. وهاجي همسكها شمال. كنا كده ضغط كليكي شمال بالماوس. وبسحب العرض. لو انا عامل على مجموعة مربعات بالشكل ده كده وجيت هنا قربت من طرف المربع كده وتحول الماوس بالشكل ده وفردت لتحت. هيلون معي. لو جيت الكمية دي كلها بتلونة وجيت وقفت كده في طرف المربع وفردته بالعرض. هيلون معي. لو جيت مسكت مرة تانية وفردته بالطول وكده وانزلت هيلون معي. يبقى انا هنا ايه? بلون بايه? بعملية الايه السحب او السلكت بحدد وبعدين بعمل عملية السحب اما باتجاه طولي اما باتجاه عرضي عشان خاطر يبين معي. هنرجع كده الخطوات دي طبعا ده سهم الرجوع لخطوات للخلف. بالشكل ده كده رجعت الاساس الورقة مرة تانية. يبقى هنا هنا في الاساس بشتغل على زر التعبئة عشان اعمل عملية التعبئة الايه? لتركيب النسج بتاعي. طب هو كده انا اتحولت لورقة مربعات. لا لسه متحولش لورقة مربعات. طب ورقة المربعات عندي انواعه ايه? ببدأ من اربعة في اربعة وده هنحدده دلوقتي ونشتغل عليه. بشتغل على تمانية في تمانية وهنحدده ونشتغل عليه. اقدر اشتغل تمانية في ستة. اقدر اشتغل اتناشر في اتناشر. حدد. بس لما تيجي تعمل سليك تبقى وتبدأ تفرد شغلك وتعمل الكوب بتاعك. الكلام ده ساعة النسخ هيعمل مشكلة. في ليه? ممكن يهدلك تقسيمة المربعات اللي انت عاملها. فيفضل ان اشتغل على الشكل المسطح ده. انا مش محتاج من ان اشوف شكل المربعات عندك. الا ازا لو انت هتشتغل بشكل طبيعي وهتبدأ تفرد شغلك بتعمل كوب للبلوك بتاعتك اللي هي مربع الاربع فاربعة وهو ده اللي تعمل له ايه البست او الفرد بتاعك او لما تيجي تعمل الكوب بتاعك او الفرد بتاعك سواء كان طولي او عرضي تفرد بعدد المربعات بتاعتك هو بيساعدك في الفرد او بيساعدك في عمل التكرارات. طب تعالي بقى نيجي نشوف ازاي ببدأ ان انا اقسم ورقة المربعات بتاعتي عشان احاولها لشكل ورقة المربعات الخاصة بالتركيب الناس جاي. تعالي كده نشوف على البرنامج هنقسم ازاي. كده انا هستخدم الزر التاني في آآ قيمة الحدود. تعالي كده نشوف هنعمله ازاي على شاشتنا. هنا طبعا دي الحدود بتاعتنا وزاي ما احنا شفنا كده ان انا قسمت المربعات بالشكل المطلوب اللي هي تشبه المربع العادي اللي هو طول اضلعه وطول وعرض اضلعه زي بقى. تعالي كده نشوف على الشاشة ازاي هنقسم الورقة. هنا طبعا لو انا عايز اعمل ورق اربعة فاربعة هاجي في اي مكان هنا وهعمل اربعة فاربعة. ادي اربعة فاربعة. كده تلتة في تلاتة ودي اربعة فاربعة. تمام كده? طيب. وبعدين هاجي على قيمة الحدود دي واختار حدود خارجية سميكة. ظهر مربع تقيل في النص هنا اهو. اللي هو بالشكل ده كده. الحدود دي دي بتاعت المربع التقيل بتاعت. طب انا هل اقدر اغير النمط بتاع الحدود ده اروح كده غير نمط الحدود في قيمة النمط. عندك حاجات خفيفة وحاجات تيلة. انا هنا شغال بالخفيف ده. اقدر اشتغل بقى اتقل حاجة دي. وهاجي هنا. هقول له ايه بقى? هقول له انا عايز اشتغل على الاضلع دي اهو. انا كده تقيلت الحدود. او هاجي هنا على اسيبي الالم بتاعي ده. بالشكل ده كده. بغير النمط بايدي. تمام كده. طيب. انا هنا لو جيت اشتغلت هشتغل ايه? هعمل كده للمربع ده. هنصغر عشان نشوف. كنترول وصغر. المربع بتاعي اهو. دي ممكن ظهر شوية او واضح. هاجي هنا اعمل عليه واجي هنا احاول الماوس لعلامة الزائد وافرت بالعرض. زي ما هي واجي هنا اعمل حول زائد وافرت بالطول. اداني ورق مربعات اربعة فاربعة. ده الشكل بتاعي الاساسي. وده اللي هقدر اشتغل عليه. يمكن هنا اللون الاحمر عامل مشكلة تعالى نطلع على الورقة اللي باللون الاسود. هاخد برضو بس هنا بقى هعمل الصح. وهاخد من طرف الزاوية هنا عد اربعة بالطول واربعة بالعرض. واجي هنا هحاول برضو اللون بتاع الالوان بتاعة الكتاب عندي او الشغل بتاعي اللي اللون الاسود. هنضطر نعمل سليكتي تانية. تمام? هنا واحد دهالي. هنعمل كده للغاء للخطوة اللي فاتت دي. واجي هنا نمط الحدود بتاعي هيكون لونه اسود بالشكل ده. كده انا عملت حوالين المربع اللي اربعة فاربعة حدود تقيلة. هاجي هنا هعمل سليكت المسافة دي كلها. وهطلع بالموس كده اغطى ما يتغير ايه شكله. اهو. ده موسع عادي. هقرب منها هيتغير شكله. هبدأ ان انا افرده بالعرض. هبدأ ان انا افرده بالطول. ده اربعة فاربعة. لو قفت كده وخرجت منه اربعة فاربعة. لو جيت صغرت. الشكل بين. فهقدر بقى عشان لو انا عايز اكرر. هكرر ايه? من اي مربع اربعة فاربعة ده اللي كنت بقول لك عليه? اعمل كده سليكت عليه. وابدأ ان افرده بالعرض. تمام كده? هاجي بعد كده هعمل سليكت المسافة دي كلها. واجه هنا احاول شكل ما هوس بالشكل ده وافرد بالطول. تمام كده? انا كده ظهرت عندي ورقة مربعات. جزء من الورقة العمل بتاعي بقى ورق مربعات. اربعة فاربعة. والجزء التاني لسه على قديمه. اقدر ان افرده بالشكل ده لو انا اعايز. بالشكل ده كده. هي طب انا عملت نقل المربع مش سليكت. هاجي هنا وعمل سليكت المسافة دي كده. واخليه في مكان ظاهر عشان اشوفه. واحول شكل ما هوس بالشكل ده وراح فارد بالعرض. بتتحول برضو معي. كده انا عملت الورقة المربعات بتاعت الاربعة فاربعة لو انا جيت كبرت كده مربعات بتاعتي. هل ان كل حدود تقيلة فيها اربع مربعات فاربعة مربعات. طيب ده بالنسبة للتقسيم وبنسبة للفرد بالطول وبالعرض. ايه اللي انا هستخدمه هنا? يا اما استخدم تلوين بالشكل ده تعبئة. بالشكل ده كده. شوف هنا بعمل ايه? بعمل التعبئة. بكليك. اروح على التعبئة. وده بياخد مني مجهود كبير جدا. او لو انا هشتغل لقي وكنت قلتلك ايه? بتيجي من زر شفت وحرف الخة. هنا طبعا اداني الاول ان هو شغال انجليزي. لازم اقلبه باللغة العربي الاول. هتقلب الجهاز بتاعك باللغة العربي. وتقول له شفت وحرف الخة. هيديك علامة الاكس. وعلامة الاكس دي احنا بنستخدمها في اللعي. علامة الاكس مش متوسطنة. قل له وسط توسيت. طب خافوا انت تشغل تاني. العلامة دي تطلع بشكل اه سيء. قل له كافة الورقة. اعملها لوسط توسيت. كده لو انا عملت الاكس دي في اي مكان بالشكل ده. ادي شفت وحرف الخة. وهكزا. طيب عايز تعمل تنقل دي. ادي اهو. بالشكل ده كده اقدر انا اعمل لها ايه? تكرار. بس لما جيت اعمل تكرار بص هنا ايه اللي حصل? قصر لي المربع بتاعي. خليها لي حدود عادية. مش حدود زي اللي انا كنت اعملها في البداية. فبالتالي لو انا هعمل حركة زي كده. لازم تكون العلامات دي موجودة داخل مربع واحد عشان اقدر انا اقررها بالشكل مطلوب. ايا كان احنا كده فهمنا وعرفنا ايه اللي هنشتغل عليه عشان ارسل منسوقات. اما اما هلون مربع مربع وده هيكون مجهد. اما هعمل علامات اكس ده العلامة الغريبة اللي بتتحطي معايا. ودي بستخدمها عشان خاطر اظهر اللقي بتاعي. بس ده طبعا مش في كل مرة. تعالوا بقى نبدأ نرسم على التصميم بتاعنا ده او على الورقة بتاعتنا دي تركيب نسجية عادية. هنصغر كده سنة. عشان نقدر نرسم. ويبقى عندنا مساحة كبيرة. يمكن كده المساحة ظهرة معانا بشكل افضل. تعالوا بقى نرسم نسج سيادة واحد على واحد. ازاي هرسم نسج سيادة واحد على واحد في المساحة دي وهكررها. طبعا دايما هكون منقول ايه? ما ترسمش قرب حدود الورقة. هيعمل لك مشكلة. هبسطا شغلي. وابدأ احط العلامات الخاصة بالنسج السادة. ادي علامة. ونغير اللون خلينا لون تاني. وادي العلامة التانية. وادي علامة. وادي التانية. ادي علامة. التانية. علامة. والتانية. اللي انت بتعمله ده مجهد جدا. ازاي هلون مربع? مربع بالشكل ده. طب ما فيش طريقة افضل. في طريقة افضل. تعالى نرجع كده الخطوات اللي احنا عملناها مرة تانية. ونرجع على اللا بيض. هضغط من الكيبورد. انا كده ضغط على كيبورد على طول على كنترول. هفضل ضغط على كنترول. عشان بس تبقى فاهم ان انا فعلا ضغط على الكيبورد بتاعتي. واجي في المنطقة دي. وهبدأ احط العلامة الاولى. وهضغط على كنترول. وابدأ احط علامات نسيج السيادة. هتظهر عندي بشكل سليكت بالشكل ده كده. وهروح على التعبئة. هشيل كده ايدي من على الكنترول. خالص. وهضغط على آآ لون التعبئة. اتلونت كلها. ما فيش اي مشكلة فيها. بقى هنا عندي تصميم لنسيج سيادة واحد على واحد. حابب تعمله اللقي. بالتالي هننزل لتحت شوية كده. ونيجي ناخد تحت التصميم مربعين. وممكن احددهم بالشكل ده. وابدأ اشتغل عليهم علامات الاكس. هضغط كده. وزي ما قلنا شفت حرف الخة. وهكذا. او آآ برضو هنا. ادي شفت حرف الخة. في المربع ده كده. ادي شفت خة. وهنا برضو شفت خة. انا بقول لك شفت خة عشان تبقى اسهل لك تعرف مكان الزرار. تمام كده? كده ده اللقي بتاعي. رباط الدوس بتاعي هيكون آآ تكرار من تكرارات التصميم. انا ساب مربع واحد. ادي مربع. وادي التاني. وهنا في الحالة دي طبعا رباط الدوس لازم يكون بلون الاسود فبيتاري هحطه بالشكل ده. تمام كده? انا كده عملت التصميم. مكرر مرتين كله التاجهين. وعملت يلاقيه. وعملت رباط دوسه. طيب حلو جدا هو انا اقدر ارسم آآ بالشكل ده بس. ولا فيه طريقة كمان ممكن تسهل عليا. تعال على طريقة تانية نيجي كده على الورقة المتقسمة بدون حدود. هنرجع لها كده كم خطوة? هنيجي هنا في المنطقة دي كده. هنقول له انا مش عايز كل الحدود اللي انت حطتها لدي. انا هرجع تاني لاصل الملف. كده مسحت كل الحدود. ويجي في الملف ده كده وهرسم نسيج سيادة واحد على واحد. هنكبر مربعات. وهرسم نسيج سيادة واحد على واحد. وهدي للون بتاعي لون ازرق يكون فاتح. اعظني اللون ده وتظاهر معاك. طبعا ممنوع الرسم بالاصفر عندنا في تركيب الناس جاي. فياجي هنا اجيب لون ازرق يكون واضح. بالشكل ده كده. وهاجي على التصميم بتاعي او التكرار بتاعي ده واعلم عليه كده. وهحول الماوس للشكل ده. وهسحب بالعرض. طبعا ويفترض يكون الرقم زوجي بس انا هشوف بعد السحب. لان انا ما عدتش وما شفتش انا ماشي على كان. طب هنا انا عملت واحد فردي. تمام? نحتاج لوحدة زوجي. هاجي هنا بس هعمل خطوة كده. بس انا كده زبطة. تمام? طيب بالطول هعمل كده على الصف ده. او الصفين دول كده. وابدا نلأ اسحابهم بالطول. طلعت معيها مزبوطة. ده شكل نسيج السيادة. واحد على واحدة ومرسوم على وقت مربعة. طيب انا عايز اشوف كيان نقماشة صغر اوي. يبا احنا كده كمان شفنا اا عملية التصغير وشفنا كمان اهمية تكون عندي اا تصغير ليه? التركيب النسجي على البرنامج واقدر به كمان ان اشتغل الشغل الطبيعي بتاعي. تعال بقى على حتة مهمة جدا. انا دلوقتي بكرر يعني الميزة كمان في الجزئية اللي انا اشتغلت عليها دي. ان انا اقدر اكرر التصميم على برنامج اكسل بطريقة سهلة جدا. انا مش محتاج ان انا ما اشتغل مربع مربع زي ما ورناكو في البداية. لا. ده انا ممكن اجيب مساحة كبيرة جدا من التصميمات وابدا ان انا ارسمها. تعال بقى نبدأ نشتغل على التصميمات العادية. الجزء اللي انتو خدته في الترمي الاول. وكمان الجزء اللي هنبدأ نستخدمه ونشتغل عليه في الترمي التاني كتركيب نسجي. تعال كده نشوف التصميمات بتاعتها. تعال كده هنرجع تاني بس للتصميم بتاعنا بالشكل ده. كده هنكبر الجزئية دي. واقدر ان اسحب التصميم بتاعها خلاص انا مش عايز الشكل ده كده. وهبدأ ان اشتغل في المساحة الفاضية دي. في المنطقة الفاضية دي هبدأ اشتغل مسلا وليكن انا هنا اشتغلت ايه نسيج سادة واحدة على واحد. وكررته طول وعرض. طيب تعال بقى لو انا عايز اعمل نسيج سادة واحدة على واحد ومظهر سطحي كمان. ده الاصعب او التقنية التانية في التعامل مع البرنامج. هرسم هنا في المساحة دي تصميم سادة واحدة على واحد. هضغط كنترول زي ما قلنا عشان نبدأ ان نعلم. هنا هادي له اللون الازرق بتاعي. وهاجه عامل هنا انا عايز امكرر تلات مرات في الاتجاه دي كده دي مرتين كده تلاتة. واعمله مرتين بالعرض بالشكل ده. تمام كده? هنا طبعا ده الشكل التصميم بتاعي. المساحة بتاعتي بالعرض اربعة بالطول ستة. اتنين في ستة باثناشر واحد تلاتاشر. وبالعرض اتنين في اتنين باربعة واحد اه اتنين في اه اه في اتنين بي اه هنا عندي اربعة معلش اتنين في اربعة بتمانية واحد يكون تسعة. يبقى هنا بالطول تلاتاشر وبالعرض تسعة. هنشوف هنا المساحة هتقضي ولا لأ? عشان اشتغل. كده انا هعمل كده. بعيدة طبعا في هنا الترقيم موجود عندي في الطرف. كده احداشر. اتناشر تلاتاشر. وبالعرض هيكون تسعة. اتابع مع الترقيم. كده تسعة في تلاتاشر. هعمل له حدود تقيلة. هسحبه سنة كده تحت عشان اشوف. واجي هنا بقى على الحدود دي كده. هسيب اول صف. زي ما بيشتغل على ورق مربعات بالزبط. هسيب اول صف. واجي على تاني صف. واسيب صف. وتالت صف. هلون بالصف. بالشكل ده كده. واختار لون اللازل انا اشتغلت بيه ده. وليكن مسلا بالشكل ده كده. اقدر اشتغله بالشكل ده. تمام كده? طب انا هنا لو انت كل خيوط السدى اللي قدام اللي هي بتمثل اللون الازرق ده. طبعا الموضوع ده كان صعب يعمله على الورق الابيض او الورق المربعات العادي. هنا طبعا هاجي اشتغل بقى ايه? لون اللحم هاديها لون مخالف للون الازرق. طبعا اللقماشة بتبقى اصلا عندي اللحمة والسدى بلون واحد. بس احنا بنغير الالوان هنا بس عشان نوضح لك التركيب الناس جايمشي ازاي? هاجي هنا عند ادلة اللحمة. واحط قبل مربع عندي. وهديله لون احمر. عشان يبان. لأ هنا طبعا الدنيا مش واضحة قوي. نفتح اللون شوية ونختار لون افتح عشان يبان معاك في الشغل. وفي نفس الوقت هنا هنا ممكن اعوضه بآآ لون فاتح. خلينا باللون الاصفر لكن طبعا زي ما قلنا غير محبب العمل بيه او الرسم بيه. طب لو مش عاجبنا الوان اقدر اشتغل بالشكل ده كده. واروح اجيب لون فاتح شوية. بالشكل ده كده. يمكن ده يكون اوضح شوية. المهم ان انا ممكن احط الادلة بتاعتي بالشكل ده في المساحة. هنا يقول كل المربعات البيضة اللي في اتجاه المربع اللي لسه ملونه تاخد نفس اللون. بالشكل ده كده. اديها نفس اللون. بقى في لحمة معدية تحت الاربع فتل. طب عملية التلوين هتتم ازاي? عملية التلوين هتتم. انا كل مربع ازرق في التقطعات دي هم اربع مربعات متقطعة مع الفتلة او اللحمة اللي بالعرض دي. بيقابلها اربع مربعات هنا. كل مربع لونه ابيض هياخد اللون الجديد. كل مربع لونه ازرق هيفضل باللون الادية. هاجي المربع الاولية ده لونه ازرق هسيبه. المربع التاني لونه لحمة او هنا ابيض هياخد لون اللحمة هلونه. المربع التالت ازرق هسيبه. المربع الرابع لونه ابيض هلونه بلون اللحم فظاهر معي التركيب النسجي بالشكل ده هاجي عند الصف التاني اللي هو ده وابدأ اني الحركته بالشكل ده كده هحط دليل اللحمة وهبدأ ان انا اشتغل بالشكل ده كده هنلون كل المربعات البيضة اللي في اتجاه اللحمة بالشكل ده وهبدأ اتعامل مع مربع مربع هنا المربع الابيض هياخد لون اللحمة مربع الازرق هيفضل زي ما هو ازرق الابيض هياخد لون اللحمة والازرق هيفضل ازرق وهكذا طيب انا مش عايز اشتغل كتير بقى وجهة نفسي اقدر اعمل كده هو سلكت على اللحمتين اللي اتعاملوا مع الدليل اللحمتين مع الدليل واجهة هنا في الطرف واروح ساحب للاخر اتعامل المظر السطحي في لحظة او في لقطة زي ما احنا بنقول وبقى عندي لو جيت على اي لحمة معمولة اللي انا عندي تكرار لحمتين فبالتالي يبقى سهل هنا هتظهر بس مشكلة ان يبقى في خطوط ساميكة ظهرت معي كل هعمله هاجي كده على التصميم اعمل عليه علامة كاملة واجه هنا اقول له كافة الحدود اه هنا كافة الحدود بقت باللسود عشان ما اختار نمط تقيل هرجع النمط بتاعي للنمط العادي واقول له كافة الحدود رجعنا للنمط العادي تمام كده فبقى الشكل بقى اي افضل ده بالنسبة للمظهر السطحي اقدر اعمل قطعات هنا كمان اه ممكن اعمل قطعات كمان للتصميم ازاي هاجي هنا وهضيف اه دواير او هضيف اشكال عشان اقدر ان انا اعود الشكل بتاعها طبعا عشان اضيف دايرة هنا فبالتالي هطلع على قائمة الادراج ودي هتبقى الحاجة الجديدة اللي احنا نستعملها عندي في البرنامج وهقول رسومات وهقول اشكال دي هتاخد معي مجهود عشان توصل لك لكن كلها هعمله ان انا هقول لك ايه هاختر شكل مثلا وليكن زي دا واجي اعمل دايرة بديل للفتلة وهعبيها بنفس التعبئة الخاصة بالايه باللون بتاع الفتلة وهكذا واعمل منها اكتر من شكل وهكرره وهحطه تحت المكان دا هنجرب واحدة بس هنعمل ناسل لك ادي هنا واحدة تانية حطها تحت الفتلة وواحدة تالتة تحت الفتلة بتاعتها واحدة ربعة بالشكل دا كده لو شاف ان هم قريبين من التصميم قادرة بعيدهم لتحت شوية بس عشان خاطر تبقى الموضوع سهل في التعامل احنا رسمنا كتب المنسوجات بتاعتكم بالشكل دا تمام كده هاجي بقى لازم لون اللحمة اللي انا هتقاطع مع دا اللي انا هعمله مع دا هيتعامل بالطول برضو بس خلينا في تقاطع لحمة واحدة مع مجموعة الفتلة هتمشي ازاي مفروض اللحمة هتعدي من تحت تطلع من فوق ومن تحت ومن فوق ومن تحت ايه هنا اللي يقدر يرسم للكلام دا في قائمة ادراج رسومات اشكال واجه هنا عند الخطوط هنا فيه خط لين الخط اللين المنحني دا دا خط اقدر انا اشتغل به بالشكل اللي انا عايزه تعال نشوف كده هنشتغل به ازاي هناخد الاول الخط هنا طبعا هرسم من الطرف دا كده عشان اشتغل من تحت فبالتالي هستخدم طرف المربع العلوي هاجي انا عايز من تحت هاجي هنا هو كده بالشكل دا كده واجي عند طرف المربع دا هعمل كليك شمال والطرف التاني دا كليك شمال كمان والطرف هنا كليك شمال وهنا كليك شمال وهنا كليك شمال اطراف المربعات اللي تحت الدايرة بالشكل ده كده بالراحة وهنا كليك شمال وهنا هفصل عند الجزء ده خلصت كليكتين ظهر الشكل بتاعي اعمله عملية السمك ازود السمك بتاعه لو انا محتاج بالشكل ده وهنا طبعا لازم اغير اللون بتاعي لان هنا لازم الشكل بتاعي ياخد اللون ده طبعا هو هنا هيختار ده هنا تعبئة الشكل انا هعمل حدود نفسها الاطار هتديله باللون بتاع اللحمة بالشكل ده لقيته في مشكلة اسحب الاسهم شمال يمين فوق تحت عشان ازبط على الدوائر لقيت الدوائر عندك مش ركبة ابدأ ارفع الدوائر نفسها وتنزل الدوائر عشان تظهر اللحمة بتاعتك بالشكل ده لكن انا انا اقدر ارفع عشان بس اظهر حركة اللحمة بعد ما انا رسمت بشكل بسيط كده عشان يديني الشكل المقبول اللي هيقول انه كان فيه لحمة متقطعة مع الفتل بالشكل ده كده انا اظهرتها اقدر ازود السمك بتاعها تاني اقدر ازود سمك الخط مرة تانية وهكذا كل اللي انت محتاج تعمله مع الشكل بتاعك تقدر تعمله من الجزء الخاص بالتنسيقات كده احنا بدأنا نرسم وبدأنا نعرف ازاي نتعامل مع برنامج الاكسل بالشكل المطلوب اللي سهل لي رسم اللوحات الكبيرة كمان انا اقدر اشتغل على لوحة الدوبي دي ابسط اللوحات اللي عندنا تركيب نسجية بجميع انواعها انا بقولك كتبك من اولى لتالتة معمولة على برنامج اكسل كتب التركيب النسجية نفسها والجزء الخاص بالرسم الفني اللي انا بشتغل عليه جزء الدوبي برضو معمولة على برنامج الاكسل فيما بعد بقى هالله ازان احنا عندنا برنامج تاني وهو برنامج الفوتوشوب بنسمع عن برنامج الاوتوكاد انه يرسم منسوجات بس انا ما بحبوش فرسم منسوجات لانه اصلا انت بتاخد مجهود اصلا عشان تحضر الورقة وبعدين بتحضر جزء من الورقة وبتعمله عملية الرياي بتعمل التكرار للشكل بتاعك وطبعا انا عشان اشتغل على برنامج زي ده وهو اصلا برنامج رسوم هندسية وبحولهم من رسوم الهندسية لانه هو كمان يشتغل اه تصميم او تركيب نسجية يعني انا بالنسبة لي مجهد يعني انا عشان احوله للشكل ده صعب اما برنامج اكسل زي ما شفنا انا كل اللوحة اخدت او كل منطقة العمل خدت نفس السمك المربعات خدت نفس لون المربعات حطيت تصميم واحد او تكرار واحد بدأت افرده عايز اشوف شكل لهم ايش اقرر التصميم بتاعك احنا انا اشتغلناه على تصميم بتاعنا خد نفس الخطوات بتاعتنا اللي احنا عملناها النهاردة دي طبعا ده مهم كمان لطلب الجدارات لان دي جدارة من ضمن الجدارات عندي في قسم النسيج في الصف الاول لكنها في نظام التعليم العادي بتاعنا او التعليم الفني العادي نظام ثلاث سنين او خمس سنين الجزء ده تدريب من التدريبات اللي بنقوم بيها في الفصل الدراسي بتاعي فبالتالي انا عشان ارسم تركيب نسجية بالشكل المقبول بحتاج ان انا اكون اقدر اتعامل مع برنامج زي اكسل التلوين ما فيوش مشكلة تحديد الحدود ما فيوش مشكلة لو انت عايز تشوف حدود المربعات زي ما انت بتشوفها كده على ورقة المربعات زي ما قولنا احنا بنقسم بالشكل اللي احنا شفناه عايز اقسم اربعة في اربعة ماشي اتنشر في اتنشر ماشي تلاتة في تلاتة طبعا ده ورقة ما مفعش تشتغل عندنا كناسيج لكنها موجودة في اقسام تانية زي التريكو فمحتاج ان انا اشتغل بالشكل المطلوب واقسم وابدأ اعبي الالوان بتاعتي في المربعات عشان اظهر التصميم في النهاية التكرار زي ما قولنا كل اللي بعمله بعمل عملية فرد للتصميم بالشمال او بالميناء مثلا تكرار زي التركيب النسجي اللي قدامي ده او حتى المزر السطحي هناخد ممكن اخد تكرار المزر السطحي وكرره هيديني مجموعة كبيرة من او مساحة كبيرة من المزر السطحي بتاعي فالموضوع مفتوح معي زي ما قولنا هنا عشان اعمل عملية اللاقي كنا بنعمل علامة الاكس تعالوا كده نشوف الاكس ونفتكر كنا بنعملها زي لان التصميم بتاعنا هنا معمول له مزر سطحي ومعمول له التركيب النسجي بتاعه كله بنعمله بس بنضغط شفت وبنضغط على الحرف الخا من الكيبورد هيديني علامة الاكس ودي المطلوبة عندنا في وضع علامات الخاصة باللعي طبعا النهاردة كانت حلقاتنا كانت مميزة هي حلقة مهمة جدا تنفعنا من سنة اولى لغاية سنة تالتة وهي استخدام برنامج الاكسل لرسم التركيب النسجية عايزكم تتنفذوا تمارين عليه وتحاولوا مع البرنامج وطبعا اي حاجة توقف وصاتكم في التنفيذ بعطولنا على قناتنا قنات مصر لتعليم فني قطاع التعليم الفني على اليوتيوب او منتجات قطاع التعليم الفني او صفحاتنا على الفيسبوك وفي النهاية طبعا بنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء اشتركوا في القناة